موجة جديدة من الترحيل القسري داخل الوطن الواحد مرجع ذلك هو عودة سلطات الأمر الواقع في عدن والمتمثلة بالأحزمة الأمنية المدعومة من الإمارات بترحيل أبناء المحافظات الشمالية من العاصمة المؤقتة عدن الجديد في الموجة الحالية أن الترحيل يتم تحت سلطة التواجد السعود المتحكم في عدن وذلك يعني انكشاف المزاعم السعودية الحريصة على اللحمة الوطنية منذ أن دخلت البلاد تحت وصاية التحالف السعود الإمارات تصدر الخطاب المناطقي الذي يستهدف ضرب النسيج الاجتماعي وتفريق اليمنيين حتى يسهل السيطرة عليهم عملت إلى ذلك الإمارات استنادا إلى الموروث السياسي البريطاني الذي سبق وأن مارسته بذات الجغرافية إبان حقبة الاستعمار والمعروف بالقاعدة التاريخية فرق تسد ذا كما يمكن تسميته بالخلفية السياسية للموضوع والدوافع التي تختبئ وراءها أطماع التحالف السعود الإماراتي أما التطورات في الميدان فالمعلومات تفيد بقيام مسلحين بحرق محلات تجارية في مديرية الشيخ عثمان مصادر محلية قالت إن المسلحين أضرموا النار في سيارة ومحلات محمد الحبيشي بعد توقفه عن دفع أموال للمسلحين كان يدفعها لهم منذ أشهر طويلة الأمر الذي دفع محلات تجار الجملة في منطقة السيلة إلى الإغلاق بسبب الانفلات الأمني وتخوف التجار من تعرضهم للاختطاف والترحيل ترجمة نانسي قنقر